الواستاذ حلم باكر وبقى لله الواستاذ حلم باكر مات لكل الناس اللي كتساعداء الواستاذ حلم باكر مات الفيديو حلم بكر يعلق على الأخبار المنتشر عن زيارة عاد الإمام لو في منزله أول تعليم من عاد الإمام على زيارته إلى حلم بكر بسبب مرة الأخير السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن ترغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جول 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو حلم بكر يعلق على الأخبار المنتشر عن زيارة عاد الإمام لو في منزله جيم هو إيهام موكلي بربط المبلغ الخاص به هو 2.400.000 جنيه مصري ببنك سي آي بي بشهادة 18% وعقب ما قامه بعمل قرد شخصي وتحويله لحسابه الخاص تنظر محكمة جناح العجوزة في الجيزة غداً إلى اثنين ولجلسات محكمة وكيل أعماله الفنان حلم بكر بتهمت النصب على الموسيقار في مبلغ 2.200.000 جنيه ووفق قرار إحالة المتهم نور بالقضية رقم 23.30 لسنة 2023 المقايضة بالأوراق جنحة بالمادة 3637 من قانون العقوبات فإنه توصل الاستلاع على المبلغ المواينة بالأوراق والمنوكة للمجن عليه حلمي عبد الحميد عيد بك وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجن عليه بمشروع كاذب ودلت التحقيقات على أن المتهم نصب على الموسيقار حلم بكر بعد أن استغل مرضه وأهمه بأنه أحضر له شخصاً ودع أنه موظف بأحد البنوك وحصل منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير ثم اكتشف لحقاً أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أحماله أول تعليم من عد الإمام على زيارته إلى حلم بكر بسبب مرة الأخير تساءل عدداً من المواطنين عن عقوبات السرقة بعد قرار نيابة